أعلن زعيمة أرمينيا وأذربيجان إحراز تقدم باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين الخصمين مع بدء المحادثات بينهما في موسكو والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل اطلاق المحادثات الثلاثية بمشاركة روسيا في وقت متأخر من يوم أمس وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اشتباكات حدودية دامية بين البلدين الجارين وقال علييف قبل بدء المحادثات أن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام بالنظر إلى أن أرمينيا عترفت رسميا بقرباخ جزءا من أذربيجان